قبائل يافع تدق ناقوس الخطر وتحذر من مغبة الانزلاق إلى مربع الصراعات المناطقية وتمزيق النسيج الاجتماعي بالتماهي مع انتهاكات قوات المجلس الانتقالي بيان صادر عن قبائل يافع أعلنت فيه رفضها التام من الأحداث التي تلت انقلاب العاشر من أغسطس من اعتداءات لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات على منازل المدنيين والقادة الأمنيين والعسكريين في عدن رفضت مرجائية ومشائخ يافع التجاوزات والانتهاكات التي حدثت في عدن وقالت إنها لأسباب غير أمنية وقد أخذت طابعا عنصريا مناطقيا وتعمل على تغذية الأحقاد والكراهية قالت يافع كلمتها بعد أن فهم صمتها وتصدر بعض مشائخها لأحداث عدن الأخيرة بأنه قبول بما يحدث من انتهاكات إلا أنها تبرأت من الذين شاركوا في تجاوزات قبائل يافع قالت أيضا إن الضر نسى أبناء شبوى وأبيان بسبب الأحداث الأخيرة مؤكدة على أواصل الأخوة والعلاقة المتجدرة بينها وبين كل قبائل الجنوب واليمن البيان الذي ذيل بتوقيعات سلاطين ومشايخ مكاتب قبائل يافع أكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات وكيان الدولة وأجدد الرفض للأعمال المقوضة للدولة واعتبرها جريمة ارتدادات ومواقف شعبية وقبلية ساخطة ورافضة تتنامى ضد انتهاكات وممارسات المجلس الانتقالي فقبل بيان يافع حذرت الهيئة الشعبية في شبوى التحالف من مغبة الزج بأبناء المحافظات الجنوبية في صراعات غير محسوبة العواقب كما أدانت دعوات التحريض والعنف والعنصرية والمناطقية التي تهدد النسيج الاجتماعي تحذيرات متواصلة من تداعيات انتهاكات القوات الانتقالي ومواقف شعبية وقبلية رافضة لتلك الممارسات والانتهاكات كما لو أنها عار أو ذنب أسود يحاول الجميع التبرؤ منه ونفي صيلتهم به ترجمة نانسي قنقر